دشنا عظم مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحسنية الفصل الدراسي الثاني للدفعتين الثانية والثالثة الثانوية عامة برضام أهل باكالوريوس للعام الدراسي 2023-2024 بكلية الشرطة في حضر موت وعطف اللواء الركن البحسنية يرافق عظم مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك وأمين عامل مجلس المحلي في حضر موت صالح العموقي وقائد منطقة العسكرية الثانية اللواء الركن الطالب بارقاش ومدير عام شرطة صحة الحضر موت العميد مطيع المنهالي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة طعفوا بقاعة التدريس واطلع اللواء الركن البحسنية من مدير كلية الشرطة في حضر موت العميد الركن دكتور صالح التميمي على سير العملية الأكاديمية وما يتلقاه الطلاب في قاعة التدريس من معارف ومفاهيم شرطوية وقانونية وإنسانية تمكنهم من تعزيز الجانب الأمني بعد تخرجهم في محافظات حضر موت وشبوى والمهر وسقطرة وشهد عضو مجلس القيادة الرئاسية عرضا عسكريا مهيبا لطلاب الدفعتين الثانية والثالثة على أنغام الفرقة الموسيقية في ساحة العرضة الذي تقدمه قائد طابور العرض العسكري وحملة الأعلام ومجموعات العرضة الذين استعرضوا قوتهم وجهزيتهم لتنفيذ المهام الأمنية الوطنية وإلقاء التحية على عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحسني وشهد البحسني بمستوى العرض الذي قدمه طلاب كلية الشرطة بحضر موت الذي عكس مدى التدريبات والجاهزية والمعنوية العالية لطلاب الكلية حاثن الطلاب على استغلال الأوقات بين أرويقة الكلية وتسخيرها فيما يعود بالنفع لبناء الأجساد وتنوير العقول داعينا الطلاب للتحلي بالروح المقيصة لله والوطن ولخدمة المواطنين والابتعاد عن التعصب العنصرية الحزبية والقبلية مبديا استعداده تقديم منح خارجية في دورات تخصصية للطلاب المتفوقين ونوها بهمية إنشاء كلية الشرطة بحضر موت في ظل أوضاع الحرب التي تمر بها البلاد وما ستقدم الكلية من دور كبير في رفض إدارة الأمن وشرطة بالضباط الشباب من الكفاءة المتسلحة بالعلم والمعرفة مما سينعكس على تعزيز دور الأمن والاستقرار وتحسين الحالة الأمنية مبديا استعداد مجلس القيادة الرئاسي لتطوير الكلية بما يجعلها تضاهي الكليات في الدول الشقيقة من خلال العمل على استقطاب كوادر أكاديمية تسهم في تطوير الجانب الأكاديمي العلمي كما طف عضو مجلس القيادة الرئاسي بمباني الكلية متعرفا على مراحل الإنشاء واستعدادة الكلية لإعداد التصورات الخاصة بالمرحلة الثالثة التي تضم مبنى خاصة لضباط ومباني خاصة للأنشطة الرياضية ومرمن خاص بالرماير موجها في هذا السياق بإعداد التصورات اللازمة لإنشاء المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء الكلية وفي السياق عقد اللواء الركن البحسني اجتماعا بقيادة كلية الشرطة وأعضاء هيئة التدريس للإطلاع على نشاط الكلية وخططها المستقبلية للتطوير وكذا أبرز الصعوبات والإشكالية التي تواجه سير عامل الكلية واستعراض المعالجات المقترحة لحل هذه العوائق حاضر التدشين مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي ناصر أحمد القرزي ومستشار وزير الداخلية اللواء الركن السالم عبدالله الخنبشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر